ازايكم عاملين ايه? النهاردة هوريكم ازاي نعمل عيش سهل جدا عجنته سهل قوي والعيش ده بنسويه في الطاصة بسرعة رهيبة جدا وما بنسويهوش في الفرن خالص ممكن العيش او الخبز ده يتاكل كوجبة فطور او كوجبة عشاء ممكن يتقدم جنبه كوباية شاي بحليب او كوباية شاي فقط يعني هو الوحده كده يعتبر وجبة كاملة الطريقة سهلة جدا وسريعة جدا اتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنحتاجها هي كوبايتين دقيق وهنضيف على الدقيق 10 معالق زبدة سايحة او ساملة سايحة وممكن نص الكمية زبدة ونص الكمية زيت وكمان هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة ملح والاضافة الاخيرة هي لبن دافي معانا كوباية لبن هنضيفها بالتدريج ومش هنحتاجها كلها هنشوف الديق هاخد قد اي من اللبن وهنسيب الباقي نضيف اللبن بالتدريج ونقلب بالمعلقة وهكذا لحد ما العجينة تلم معنا كده خلاص العجينة بقت جاهزة شايفين ملمسها طاري جدا طارية هي بتبقى طارية كده بالشكل ده واخدت تلتين الكوباية لبن فاضلها في الكوباية تلتها فقط لبن يعني كوبايتين الدي احتاجوا تلتين كوباية لبن وانا استخدمت الكوباية دي في معيار الدي ومعيار اللبن بعد كده بنغطي العجينة وندخلها التلاجة لمدة ساعة كاملة بعد كده هنحتاج بطاطسايا كبيرة مسلوقة هنهرسها كويس بالشوكة او بمعلقة وهنضيف عليها اربع معالق صغيرين مايونيز وممكن نضيف شوية ملح لو محتاجين المايونيز بيكون مالح شوية ممكن نضيف ملح وممكن لا حسب الرغبة هسيب لكم لينك تحت الفيديو ده بطريقة عمل المايونيز بالبيض ولينك تاني بطريقة عمل المايونيز بدون بيض بعد كده هقلب المايونيز مع البطاطس مع الملح كويس مع بعض بعد مرور ساعة دي شكل العجينة هنجيبها ونعملها كورة بادينا بالشكل ده بعد كده هنحطها على الرخيمة او على مفرش سيليكون ونقطعها لاربع تربع العجينة دي بتكفي اربع ارغفة عيش وكمان تكفي لاربع افراد بعد كده هاخد كل ربع ونكوره ونحطه على الرخيمة او على المفرش ونفردها شوية بادينا بعد كده هنفردها بالنشابة على شكل دايرة كطرها حوالي اتنين وعشرين سنتي او خمسة وعشرين سنتي بعد كده هنحط في نص دايرة العجين شوية من الجبنة الموزاريلا او الجبنة تشيدر ممكن جبنة رومي وشوية بطاطس من المسلوقة اللي يضفنا عليها المايونيز ونفرد البطاطس على الجبنة بالشكل ده بعد كده نحط كمان على البطاطس من فوق شوية جبنة موزاريلا بعد كده هنقفل العجينة على الجبنة بالشكل ده نلمها كده على شكل سرة ونقفلها نقفلها كده بالتدريج وبالراحة خالص عشان العجينة ما تتقطعش مننا بعد ما نلمها كلها بالشكل ده نضغط على العجين ونقفله كويس يعني نلزق العجين في بعض كويس جدا بعد كده نفردها شوية بادينا بالشكل ده واي جزء مفتوح نقفله بادينا كويس جدا كده وبالراحة خالص وإحنا بنفردها عشان الحشو ما يخرجش منها او العجينة تتقطع بعد كده هنقلبها على الوش التاني وبرضو نفردها بادينا شوية كده وبالراحة خالص بعد كده هنجيب لنا الشابة ونفردها شوية بلنا الشابة وبرضو بالراحة خالص عشان الحشو ما يخرجش برا العجينة او العجينة تتقطع بعد كده ناخد العجين ده عشان نسويه هنجيب طاسة ونحطها على نار تحت المتوسطة او نار هادية شوية وندهن الطاسة بالزبدة بعد كده نحط العيش او الخبز كده في الطاسة والنار زي ما قلتلكو تحت المتوسطة او هادية وقبل ما نقلب العيش على الوش التاني ندهن الوش اللي فوق بالزبدة بعد كده نقلبها عشان تستوي من الناحية دي كمان وما تستوي من الناحية اللي تحت نقلبها كمان مرة وهكذا يعني بتتقلب على كل وش مرتين وهي ما بتاخدش وقت خالص ممكن كل وش يحتاج دقيقتين يعني مجرد ما تلاقوها حمرت بالشكل ده تقلبوها وهكذا وبس كده ونخلص باقي الكمية بالشكل ده بعد كده نقطع العيش باستخدام قطاعة الملوخية وممكن قطاعة البتزا بتكون اسهل جدا قطاعة الملوخية في التقطيع وده الشكل النهائي شايفين شكله حلو ازاي وكمان الجبنة سايحة فيه جدا ازاي وكمان طعم البطاطس بيكون حلو جدا وبس كده اتمنى لو عجبكم العيش تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر